خلي الفرح لأنه خلي الفرح هو مؤسس الغناء الوطني الحديث أول من ابتدع الغناء الوطني الجميل هو خلي الفرح لأنه غناء قبل خلي الفرح كان غناء فهو بسخاته فهو استزاجه يعني بتناول القبائل والفخر بالمال والجاوة وكذلك يعني الغناءات ما كانت موجودة فخلي الفرح هو أول من ابتدع الغناء الوطني وأجمل أغنيات وطلعت من دار فوز لأنه فوز نفسها كانت ملحنة وكانت بتعزف وكانت بتؤدي فقال الفرح طلع من دارفوز أغنية ما هو عارف قدم المفارق يا محط أمال السلام طلعا أغنية مطنية ريعة جدا وطلعت من دارفوز أغنية في الضواحي وطرف المدين يلا ننظر شفاق الصباح وطلع من دارفوز أغنية تم دور الدور عم نور شار راحل حل دور وطلع من دارفوز أغنية بين جنايشات وبين قصور الروم حي زهرة روم ووقيا مغروم وأغاني كثيرة وكلها الأدبيات تحت الصوارين الأدبياء زكاة النفوز كان لها دور كبير جدا في تلحين هذه الأغاني وأداءها أحيانا خلي الفرح يجيب الأغنية لأغنية لأغنية ويعرضها ويستشير فيها وهي توافق عليها وتعديها ويعزفها بالعود وأحيانا هي تعزف وخلي الفرح يأدي والسمار في مجلس دارفوز كانوا مستمتعين بين الجلسة وكذا يا سلام فعلا وأي ما للأغاني السودانية برضو من دارفوز يعني في شهادات كثيرة لما تمت محاكمة غادة اللواء الأبيض اللي هو صورة 1924 اللي هو حاكموهم وعدموهم وبعضهم سجنون زي عبيد حجل المين طبعا سجنوا ودوا واو علي عبداللاطيس سجنوا ودوا مصر فيشهد الكثير من أبناء هؤلاء الرواد إن دارفوز كانت بيتي السجن بطعامة لهؤلاء المساجين يا سلام وكان في دارفوز كان بيتم جمع التبرعات لمساعدة أسر هؤلاء المسجورين من المناضلين مهم ترجمة نانسي قنقر